خطوات تطوير المنهج لتطوير المنهج المدرسي خطوات يسير في ضوئها وهذه الخطوات هي التهيئة العامة لتطوير المنهج المدرسي وذلك لكل العاملين في الحقل التربغ من معلمين ومشرفين وإدراكهم القصور في المناهج الحالية نتيجة ما أصفرت عنه نتائج تقويم هذه المناهج الأمر الذي يدفعهم إلى الرغبة في التطوير والمشاركة الإيجابية في عملية تطوير المنهج المدرسي تحديد أهداف المنهج المطور وفي هذه الخطوة يتم تحديد أهداف المنهج المطور وصياغتها صياغة سليمة تجعلها قابلة للملاحظة والقياس كما يجب أن تكون هذه الأهداف شاملة ومتنوعة ومرتبطة بخصائص الدارسين لهذا المنهج وضع محتوى المنهج المطور ويتم في هذه الخطوة وضع المحتوى في ضوء الأهداف التي تم تحدثها في الخطوة السابقة ويتطلب في هذه الخطوة إعداد المقرارات الدراسية وما تحتوي عليه من موضوعات وخبرات تعليمية إعداد الأنشطة وطريق التدريس وفي هذه الخطوة يترجم المحتوى الدراسي للمنهج المطور إلى أنشطة تعليمية يمارسها المتعلم وأيضا طريق تدريسية ينفذ من خلالها المنهج المطور بواسطة المعلم إعداد الوسائل التعليمية اللازمة للمنهج المطور غير الكتاب المدرسي ودليل المعلم كالصور والرسومات والخرائط والأشريطة وغير ذلك أيضا من خطوات تطوير المنهج المدرسي إعداد أساليب التقويم وأدواته اللازمة للمنهج المطور على أن تتسم هذه الأدوات بالصدق والثبات والموضوعية كما ينبغي أن تتنوح هذه الأدوات فتقيس جوانب مختلفة للمتعلم معرفية ومهارية وجدانية تجريب المنهج المطور وتقويمه وذلك قبل تعميمه على نطاق واسع فيتم اختيار عينة من المدارس وتجريب هذا المنهج فيها ثم بعد ذلك تجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتقويم المنهج المطور وتحلل هذه النتائج ويتخذ قرار إما بتعميم المنهج المطور أو تعديله أيضا تنفيذ المنهج المطور كخطوة من خطوات تطوير المنهج وفي هذه الخطوة يتم تعميم المنهج على نطاق واسع بعد تهيئة الظروف المناسبة له من إعداد كتب ووسائل وتدريب المعلمين على تنفيذه متابعة المنهج المطور تقيمه وذلك بصورة مستمرة